موسيقى انطلاقا من رؤية مؤسسة وثيقة وطن وبالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا فتح باب المشاركة في المسابقة السنوية هذه حكاية لعام 2022 حقيقة أننا من خلال هذه الجائزة نريد أن نوعي أهمية كتابة تاريخ بلدنا بأيادنا بأياد سوريا وأننا كلنا نستطيع أن نشارك بكتابة هذا التاريخ هذه الخطوة تأتي بهدف دمج طلبة الجامعات في عملية التوثيق عبر رواية قصصهم وذكرياتهم المطلوب اليوم نشارك نحن في توثيق هذه الحالات التي يمر بها الوطن توثيق بأيدي أبنائه توثيق النصر بمن عاش هذه المرحلة توثيق كل مرحلة عاشها الطالب في هذه الظروف لا تعتبر نموذجية للطلاب بشكل عام هذه الفعالية تشكل دعوة للطلبة لكتابة قصص واقعية قصيرة شهدوا أحداثها بأنفسهم وتحمل قيما إنسانية ذات مغزى أعطتنا مجال لنقدم شيء من الأحداث التي صارت معنا هي رح تحمل معاني وقيم إنسانية كتير كبيرة لأنه هي قصص واقعية مبنية على أحداث واقعية بوابة أمل لحتى يعرفوا الأرجال القادمة أنه ما في شيء يجيب السهل يعني في كتير عالم عانوا وكتير عالم انصابت إن كان بحرب إن كان انصابت بجروح معنوية أو جروح بدنية أو أي إن كان الإصابة لكن قدروا يوقفوا بعدهم هي فرصة للطلبة عبر دمجهم في عملية التوثيق ليكونوا جزءا في إعادة عمار سورية فكريا وثقافيا وليد هنائي الإخبارية السورية حلب